إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيتم كسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيتم كسرا منيبا أغبر القدم أُلَبِّي طَامِعًا وَجِلًا وَيَهْتِفُ خَاطِرِي وَفَمِي لَكَ الْحَمْدُ وَبْسَلَيْكُمْ الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل أتباعه وحزبه إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف المكان والزمان لهما دورٌ في فهم آيات الله سبحانه وتعالى الذي تنزل في ذلكم المكان إن أنزلناه في ليلة القدر وفي ذلكم البلد الأمين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى آياته تتلى أو في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية أو في تلك المواضع التي كان يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستذكر الإنسان آيات الله عز وجل وتلك المواقف والمشاهد ومنها ما حدث لأبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يترك زوجه وولده في أرض قاحلة لا زرع ولا بشر ولا أحد معهم إلا الله سبحانه وتعالى إذعانا واستسلاما وإيمانا من إبراهيم عليه السلام لأوامر الله سبحانه وتعالى هذه المواقف وهذه المشاهد تتجلى في ذلك المكان وهو يقرأها ويتدبرها وينظر حوله في ذلك المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفد الناس إليه من كل حدب وصوب من كل مكان وجعل أفئدة الناس تهوي إلى ذلك المكان وما ذكره الله سبحانه وتعالى من مواقف أو مشاهد لصحابته رضوان الله تعالى عليهم من الذكور والإناث وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم من وطئها قدمه هذا المكان ومنهم من كان في هذا المكان فهو عندما يقرأ هذه الآيات ويسرح بفكره ويجول بخاطره في تلك الأماكن وتلك البقاع أو إذا ذهب إلى المدينة وبينما هو يرتل آيات الله فإذ بالحجرات تكون بجانبه من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما يشاهد أولئك الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ويريد أن يطبق شيئا مما أمر الله سبحانه وتعالى به فيخفض صوته ويحاول أن يكون من أولئك الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه المشاهد التي يتفاوت الناس فيها تجد هناك من يحاول أن يستذكر هذه الآيات ويحاول أن يتدبرها وأن ينزلها في ذلك المكان حتى يكون لها أكثر وقعا في النفس وأكثر أثرا في نفسه وذلك بجمع المكان والزمان الذين هيئهما الله سبحانه وتعالى وجعلهما ضرفا لنزول كثير من آيات الله سبحانه وتعالى فيهما وذلكم هو من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته